للمزيد ينضم إلينا من مدينة العالمين الجديدة مرسلنا محمود جميل محمود بعد التحية ما هي آخر فعليات وأنشطة المهرجان وأيضا ماذا عن الإقبال الجمهوري لديك محمد بكم مجدد من مدينة السحر والجمال من مدينة العالمين الجديدة وربما الإقبال على الفعليات يزداد يوما بعد يوم عندما يكون هناك أكبر عدد وتنفيذ أكبر عدد من الفعاليات المختلفة سواء كانت الرياضية أو حتى الثقافية وربما كنا نشاهد هذا الإقبال في الفعاليات الثقافية التي انطلقت بالأمس في منطقة الترفيهية على الممشى السياحي وحضور كبير للأسر والعائلات وأيضا الأطفال للاستمتاع بكل هذه الفقرات الفنية المختلفة وربما تتضاعف الفعاليات في الأسبوع الثاني من حيث التنوع ومن حيث أيضا أن هذه الفعاليات تناسب كل الأعمار المختلفة سواء كان الأطفال أو حتى الشباب أو العائلات خاصة فيما يتعلق بالفعاليات الرياضية الأسبوع الثاني به عدد كبير من الفعاليات خاصة الرياضية سنكون على موعد مع قدام نادي الأهل والزمالك في منطقة الألعاب الرياضية ربما هذه المباراة ينتظرها العديد من عشاق كرة القدم وزائر مدينة العالمين الجديدة وكنا نتابع مثل هذه المباراة في النسخة الأولى في جيل التحدي الذهبي وكان هناك إقبال جماهير كبير في هذه المباراة فبالتالي نتوقع أن يكون نفس الإقبال وأكثر كمان في هذه النسخة في هذه المباراة التي من المرتقب أن تكون في الثامن عشر من يوليو الجاري أما الفعالية الأخرى الخاصة بكرة السلة أيضا ستنطلق خلال هذا الأسبوع بالإضافة إلى استمرار فعالية الطيران الشراعي الخفيف وهذه متعة لكل عشاق الطيران خاصة مع منظر الأبراج الجميل في مدينة العالمين الجديدة وأيضا البحر والمناظر الخلابة الجميلة في مدينة العالمين الجديدة للاستمتاع بمدينة العالمين من السماء بالإضافة بالطبع إلى الفعاليات الخاصة بالأطفال ومهرجان نبتة وربما يتم التجهيز والاستعداد الآن لانطلاق هذه الفعاليات في الأيام القادمة بالإضافة بالطبع إلى انتظار حفلين هامين حفل القيصر كاظم الساهر الذي سيكون يوم الخميس القادم في منطقة الأرينا بالإضافة أيضا إلى أن يوم الجمع حفل الفنانة الكبيرة مجد الرومي بحضور المايستر نادر عباسي ربما هذه الحفلات مهمة للغاية ولديها جمهور كبير وربما في هاتين الحفلتين سنرى عدد كبير من زوار مدينة العالمين الجديدة من الجنسيات العربية المختلفة الذين يترددون على مدينة العالمين للاستمتاع بكل المظاهر الجميلة والترفيهية الموجودة في مدينة العالمين فضلا عن المظاهر والفعاليات الموجودة داخل مهرجان العالمين الجديدة خاصة في منطقة العلعاب التي استعدت بشكل كامل لاستقبال كل هذه الفعاليات بالإضافة إلى المدينة التراثية التي ستشهد بعض الحفلات الفنية أيضا بجوار منطقة الأرينا فكل ما كان في مدينة العالمين الجديدة تم تجهيزه لاستقبال مزيد من الفعاليات سواء كانت الفنية أو حتى الرياضية المختلفة فهي دعوة لكل زائر مدينة العالمين والجميع السياح بأن يأتوا إلى مدينة العالمين الجديدة ويستمتعوا بفعاليات كبيرة داخل مهرجان العالمين الجديدة وبالتأكيد سنتابع معكم الفعاليات وكل ما هو جديد داخل هذا المهرجان أشكرك محمود جميل كنت معنا من مدينة العالمين الجديدة